هذه سفارة رسمية لا يتوجد فيها فوتباليستيك من سيونونت كي تشوف دي جواري لعبوا في السيليكسون في حين أنه بلايلي بالمستوى اللي راو فيها منذ شهرين في ترجي تنسي وموى كومام وغامان دي جواري اللي ما عندهم باك فيك زيو ستاتيستيك وان لأسان جواري ياتوجو في سيدي موسى والمنتخب الواطناني كان في تربس قال لهم كان عجبوا مستوى اللعب في التدريبات قال لهم لعب صاحب الحداء الأحمر اللي هو بلايلي في تدريبات المرودية ما أدرك لما شافوا يلعب لكن فيه أشخاص إداريين وفنيين تسببوا في إبعاده من المنتخب الوطني هو على باله بابه على باله الاتحادية على بالها المدرب على باله والأشخاص الموحيطين بكورة القادم كلهم وهل مدرب بيتكوفيت سمع لهذه الدرجة حتى يتناسى المستوى الفني للعب ويركز فقط عن ما سمعه عن اللعب كي تشوف شاي بي نحا بوران جاست في الفيستيا قال لك بسكو خرجتو في الميطان كمو إلى غياج يعني يولي الجانب الانضباطي أهمية قسوة لا ما لكن أنا ما يتحط في الانضباط يوش بلايلي نجام يوش بلايلي دير مشكلة في المنتخب الوطني ولي في المنتخب الوطني يقدري بتانت الكياد يتريك كاشي اللي ما يخرجوش كان بعض الأمورات في المجموعة يصروا داخل الفارق يقعدوا ما تسمحومش تسمحوما هذا العام ولا عامين بعد يخرجو الهدر عليهم كنا أنا لعب ما نجام يشوف تود المشكلة إذن حسب ما فهمته من عندك ميدو وحسب ميدو دائما فإن بعض الأشخاص وبعض الفاعلين في كرة القدم الجزائرية قاموا بتسويد صورة بلايلي ونقلوا كلاما عن بلايلي لأذن بيتكوفيتش الذي استجاب لهم ورفض استدعائه لأنه يعاني من مشاكل انضباطية ولكن حسب رواية بن شابير منذ أسبوع وأسبوعين أمين قلت لي العكس تماما قلت لي بأن هناك أطراف فاعلة في الاتحاد الجزائري لكرة القدم طالبت من بيتكوفيتش أن يستدعي بلايلي نظرا لمستواها الخارق ولكن بيتكوفيتش هو صاحب هذا القرار يعني لا يريد أن يستمع لي أحد هو الذي قرر عدم استدعاء بلايلي شوف أولا نحترم رأي ميدو إذا رأي ولا معلومة ما لبالي شدك ميدو ويعودها في كل مرة بلك عنده معلومة نحترمه ربما لأن الاتحادية ما فيها شراجل واحد فيها بزاف أشخاص ربما هناك أشخاص كما رأي يقول ميدو فاعلين في الاتحادية ما يحبوش بالليلي الله أعلم أنا ولا معلومة ما عنديش المعلومة هذه أنا واش عندي معلومة مديتها قلت أنه أعلى الغارم في الاتحادية كانوا حاولوا يضغطوا على الناخب الوطني كانوا يضغطوا ما شيء أهضروا معها فتحوا معها ملف يوسب الليلي بطريقة رياضية بطريقة رياضية عادية جدا حاولوا يتشاوروا معها على يوسب الليلي في التربص الماضي 12 سبتمبر لأنه كان فيه أوج عطاءه مع ترجي التونسي قالوا له حكمه وقالوا له كوتش راه مليح ونعودوه نردوه ونسحقوه قالوا هم أن ينتبعوه وعلى بالي بلي راه مليح ونعرف كهالإمكانياته وبصح حاليا ما نسحقوش في المنتخب ضكع لاش حاليا ما نسحقوش في المنتخب أسك لأنه يفضل يحافظ على المجموعة اللي عنده بسك على باله بلي يجيب الليلي بالرحمة ميزيت يلعب تقدرش يجيب الليلي بالرحمة يلعب لأنه أحسن منه مليار اختراه في المنتخب نعم تقدر ديرهم في زوج يجيب الليلي بالرحمة وتلعب ما تقدرش يجيب الليلي بالرحمة في المنتخب بالرحمة ما يقدرش يكون هو أساسي الليلي موجود على الدكار نهضره موهبة ما كاش لعب جزائري حاليا باستثناء رياض محرز يقدر ينافس يوسب الليلي في الموهبة ورياض محرز بدأ من فرنسا عنده الإمكانيات عنده كل شو وراح لعب في إنجيل وراح لعب في أعلى المستويات يعني متقدش قارنه مع بليلي ورغم ذلك شفنا في كأس إفريقي 2019 كان مباراة بززا في يوسب الليلي يطغى على تواجدت رياض محرز كان أقوى منه وكان أكثر حسما وحتى في العامل الدفاعي كان يقوم بعمل جبار ألم تتحسن سيراته الانضباطية منذ انتقاله إلى تونس؟ نعرى نشوفه بلي ما عنده مشاكل محمد رغم أنه كان في العديد من المرات ربما كان أطراف تحاول تقول أنه هبطه للراديف ويأخبار ما عندها حتى حتى مصداقية اللي عبرو يلعب بطريقة عادية مع نادي الترجل التونسية ونشوفه حتى الصحافة التونسية ما حضرت عليه حتى مفتاح عودة بليلة المنتخص اللي عرفوا هو محمد مفتاح كين باب يعلم حسب ما فهمتم من كلامك هناك يعني مشكلة يعرفها يوسف بليلي ويعرفها بيتكوفيتش وحلها عند يوسف بليلي عند يوسف بليلي بارك الله وفيك وأنت لا تستطيع أن تفسحها اللي محمد أنا يوسف بليلي قلت لك أنا يوسف بليلي هو الواحد اللي عنده المفتاح بشي ولي المنتخب الوطني الجزائري لأنه شوف ولا مدرب مش غير بيتكوفيتش نحين بيتكوفيتش دير مورينيو اللي يعرفوه الناس قبل ميزاجي تكون منضابط وتعرف تلعب كين بيوسف بليلي واستحيل ما يعيطلكش علش ما يعيطلكش علش ما يجيبكش للمنتخب يجيبك للمنتخب من أوسع الأبواب وأنا صراحة أنا أولا غير أتمنى يعاودي وليلي أنه الجهة اليوسرة كيكون موجود بليلي وما يكونش موجود شيء آخر تماما والله أرى محمد شوف كيما أقولوا هذا الموضوع هذا تعبليلي كل خطرية تخرج بيه الصحافة الجزائرية ويكون فيه كلام كتاب ودوك اليوم بليلي سيفري في شهر سبتم كنا تكلمنا عليه كيما أقولوا بلي يستحق الدعوة إلى المنتخب الوطني مشي يستحق دعوة بسكو هاك دعبال بسكو داكوب دافريك في الفاريق الوطني نضون كنحكو عن رندمان ديالو هو في بداية الموسم مع الترجي التونسي كيما أقولوا كان انطلاقة قاوية ديالو اليوم ما روش يستدعو إلى المنتخب الوطني أنا بالنسبة لي اللي كيما أقولوا عوامل اندباطية بسكو انت كي تحكي كوتي تاع كورة قادم نعم بليلي مؤثر كتير في المنتخب الوطني نعود لرجعك شوية للوارع الكأس إفريقيا الأخيرة كان يلعب في موجدة الجزائر وكان في البطولة الوطنية كان يلعب وكان من أحسن لعبين في المنتخب الوطني وفي كأس إفريقيا دونك هاد اللاعب هادا عنده إيجابيات لي وشنو كيما تكلم من الكامين دوكا لازم يعود يرجع نفسو ودوكو لا يحبيوا لي بسكو هذا منتخب والليوم أنا نوافق الناخب الوطني بسكو كل ناخب الوطني عنده فلسفة دياله وعنده طريقة خاصة ليعمل بها سيرتو مع المجموعة نقول لك خاصة الاندباط بسكو أنا واحد وكان نكون انترينير ونشوف واحد مام يلعب مليح وعنده الاندباط دياله ماشي مليح ما نقدر منعيط لهش بسكو يخمم على المجموعة واليوم الناخب الوطني ما نقدبوش علىه وحنا اليوم النتائج راح يتمشي معاه طيب واحد ما يقدر يتكلم على هذا سيفري احنا نهضرو الهنا كان محللين كديجوناليز كده يمدوا رأيهم قال هذا اللاعب دا يستحق الدعوة دياله بسح هو؟ ما يقدر بهد المجموعة هو اللي على باله وش راوي يعمل شو مام تكون تمشي معاك النتائج باش ما نتخبه وش دايما مور سيطار النتائج مام تكون تمشي معاك النتائج ويكون اللاعب يستاهل يلعب في المنتخب راحنا هذروح نقوله بليستاهل يكون في المنتخب مام مره يتمشي لك النتائج وش كلم دوك قلت لك ما من نتائج وكان الناس رانا نتكلموا عليهم احنا بس كو احنا واني بادي زونطرين احنا مارناش مدربين احنا مدرعي انها اليوم كين مدرعي ماشي سيبا اوبليجين اوبليجيه على مدرب ومعد المدرب هو اللي يتحمل مسبوليه نعم بعد ما راجت الكثير من الاخبار بخصوص مستقبل يوسف بليلي خرج والده هذا الاسبوع ليكسر جدار الصمت استمعوا ملاق من شابير والد يوسف بليلي كذب كل الاخبار التي تحدثت عن امكانية عودة ولده الى الدورية الجزائري على الاقل في هذا الميركاتو الشتوي انت كنت من مروجي هذه الاخبار ماذا تقول اليوم شوف اولا كل احترام الوالد يوسف بليلي يقول واشي يحب احترم رأيه ولكن انا المعلومات اللي عندي عكس ما يقول تماما كين احتمال من عندية جزائرية وكانت كينة رغبض وكذا بدل اراي وشاف باللي اصح هو انه يبقى في طراج التونسي نعم 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 نعم